يعني عندك بعد الثلاثة وسبعين مثلا مؤامرة ما سمية بمؤامرة تسعة وسبعين تسعة وسبعين احنا الصبح تدري نداوم طبيعي بشكل طبيعي جينا نشوف عسكر متوقين لداعها وكذا منذ إيه شو الموضوع قالوا وكو مؤامرة وكو بيانة حينداع تدري يعني يعني أنا مدير إداعة بغداد لازم أكون يعني مقري وكذا شوف الأجواء كلها متوترة ولكن بعدها من صار البيان وكتشفت الحقائق وكذا صار شوية هدوء وكذا رجعت الأمور والأرفت القصة والأخوان كانوا يعني العسر العاملة بالإداعة كانوا خطيئا مش نجين وقايفين النوقف هذا بس لا ما هي يعني استاذ جواد انت سيد العربي يعني هو أول من يتأثر بأي حدث يصير في البلد أنا ذات هو الإذاعة والتلفزيون طبعا ذات أول شيء هذا قلب الدولة يعني اللي يريد يسوي ثورة أول شيء يسيطر على من الإذاعة والتلفزيون لذلك يسموه قلب الدولة هذا القلب النابض السكتة عسكر سيطرون كذا مثل ما صارت مال عبد الكرم قاسم وقال عبد الكرم شهر وبعدين يجع عبد السلام عارف وراء عبد الرحمن عارف واستمرت الانقلابات وكذا كل هاي الفترات مرت على الإذاعة اللي مآصرها من الأخوان الرواد واللي بعدها اللي صارت الأحداث إذا جاءت معاركة المعاركية إيران وإيران واستمرت تدري هاي الفترات كلش خطرة بالإذاعة والتلفزيون الكل ما وعدت تتحاسب عليه فكنا كلش حريصين برامجنا دقيقين في قراءة البيانات خصوصا تلك اللي ترد من رئاسة الجمهورية فكنا على حرص شديد أنه لن نخطأ والخطأ غير مشموح به في هاي الفترة كنت في تلك المناسبة المناسبات أو الأحداث تتوترون وتشنجون أنت من تشنج لازم من تبينها للعاملين اللي وياك لأن أنت شنجت سيشنج الكادر اللي عاملوا فأنت متشنج بداخلك ولكن لا تعكسها ما تظهرها لا تظهر للعامل لأن هذا العامل اللي وياك منها سيشوفك بهذا الجو وأنت يعني هاي هاي اعتياد عندي بالنسبة إلك يعني اعتيادك اللي يعرف شخصية الأستاذ جواد العلي هو يعني شخصية مرحة ولطيفة كنت تبزحوا بأحلك الظروف مو فقط هاي يعني دنيا مشتعلة بس هذا مننا حيطلع بالجو وحيقراله شي حيينعكس عليه فأنا يسوي الجو وهما ناس يعني الله يرحم اللي ماتوا والله يحفظ البوجودين يعني حقيقة كل معزة وتقدير لكل الكادر اللي اشتغلوا ولاية الله والعاملين الآن اللي هما ديقد منجود صح إذاعة الآن بحدود بالمئة مئة وعشرين إذاعة كثرة تعدادها ولكن تبقى إذاعة مغداد الإذاعة الأم للإعلاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر